بعد شهور من الحرب على قطاع غزة يعيش الداخل الإسرائيلي حالة غليان كبيرة تؤججها خسائر تتوالى للمحتجزين في غزة وآخرها مقتل ستة من هؤلاء المحتجزين في أحد أنفاق غزة عائلات المحتجزين هذه المرة لم تكتفي بالتظاهر وإنما ذهبت للدعوة لإغلاق اقتصاديا شامل كنوع من الضغط الداخلي على نتنياهو للتراجع عن قراراته وإبرام الصفقة كنوع من الضغط باستخدام سلاح الاقتصاد الذي بدأ يشكل أزمة للحكومة الحالية دعوات أهالي المحتجزين وجدت صدا سريعا لدى جهات إسرائيلية فأعلن اتحاد النقابات العملية في إسرائيل إضرابا شاملا لتعطيل الأنشطة الاقتصادية في إسرائيل في تطور ملموس يعكس حالة التوتر الداخلي في دولة الاحتلال رئيس اتحاد العمال في إسرائيل آرنون بار ديفيد دعا الإسرائيليين للتظاهر ضد الحكومة الإسرائيلية التي تعطل إبرام الصفقة الخاصة بالمحتجزين مؤكدا أنه قرر الإعلان عن إضراب كامل في كافة قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي بعد أن عرف مع ضباط وقادة الأجهزة الأمنية أن الصفقة تتأخر لأسباب سياسية داخلية قطاعات عدة أكدت مشاركتها في الإضراب منها وسائل مواصلات ومدارس ورياض أطفال بشكل كلي أو جزئي فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن بلدتي حيفا وهرتساليا أعلنتا إلغاء كافة الأنشطة الثقافية التي كانت مقررة فيهما تضامنا مع عائلات المحتجزين وسائل إعلام إسرائيلية أفادت أيضا بأن مطار بن جوريون سيتوقف عن العمل بشكل كامل الاستجابة للدعوة للإضراب في إسرائيل ما يعني خسارة اقتصادية وتعطيل لمصالح الكثير من الإسرائيليين جهاز خدمات بلدية تل أبيب أيضا أعلن أنه سيشارك في إضراب النصف يوم تضامنا مع المحتجزين وعائلاتهم كما أعلنت نقابة الأطباء الإسرائيليين المشاركة في الإضراب لكنها ستبقي على عمل أقسام الطوارئ وزارة المالية الإسرائيلية حذرت من كارثة اقتصادية بسبب تلك الدعوات مع وجود حشد أكبر ومطالب أوسع كما دعا خبراء اقتصاديون إلى تقليص المصاريف وتعطيل تحصيل الضرائب بسبب الإضرابات المستمرة ضغط متزايد على نتنياهو تتصاعد وطيرته يقابله استمرار في سياسات لم تثبت حتى اللحظة جدوى معضلة بات الإسرائيليون أمامها الآن بل ويطورون من طريقتهم للاحتجاجات على سياسات نتنياهو لعلى وعسى أن يشكل الضغط الاقتصادي مسوغا كافيا ليقبل بصفقة لكن تبقى نتائج تلك التحركات هي العامل المحدد ما إذا كان نتنياهو سيستجيب أم يستمر في حربه ترجمة نانسي قنقر